هنا بدأ الرد وانتهى سواء حقق هدفه ام لا رغم ان الهدف كان كبيرا فؤاد شكر او الحاج محسن كما يلقب في اوساط حزب الله بحسب الاعتبارات الاسرائيلية شكر هو ثاني شخصية في حزب الله بعد حسن نصر الله وهو المستشار العسكري لحسن نصر الله والمسؤول عن جميع العمليات العسكرية لحزب الله تقول واشنطن ان شكر يخدم في اعلى هيئة عسكرية لحزب الله المعروف باسم مجلس الجهاد كان شكر زميلا مقربا لقائد حزب الله المتوفى عماد مغني لعب الحاج محسن دورا محوريا في تفجير ثقنات مشات البحرية الامريكية في بيروت في الثالث والعشرين من اكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين والذي اسفر عن مقتل مائتين وواحد واربعين من افراد الجيش الامريكي واصابة مائة وثمانية وعشرين اخرين كانت الولايات المتحدة رصدت مكافأة تصل الى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عنه في العاشر من سبتمبر عام الفين وتسعة عشر صنفت وزارة الخارجية الامريكية شكر كارهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الامر التنفيذي ثلاثة عشر مائتين واربعة وعشرين اشتركوا في القناة